نادي الزمالك حمزة المسلوسي زهير ايمن الفريق طلب تحديد مصيره مع الفريق اللاعب عقده بينتهي بنهاية الموسم لم يفاتحه احد في التجديد حتى الان واللاعب لديه عروض ويعطي الزمالك اولوية ده حمزة المسلوسي حمزة المسلوسي اخوان كارلوس سوريو المدير الفني للفريق عمل اكتر من جلسة خاصة مع لعبي الوسط تحديدا روأة ودنجة وسيف فاروق جعفر والمدرب شايف ان في عدد من السلبيات في اداءهم وبيحرص على تحسنها وطلب الالتزام بها وانه هيكون ليه دور مع اللي هيلتزم هيكون ليه دور مع الفريق الفترة اللي كان شكبالة وزيزو لعباء الفريق بيقودان في الوقت الحالي مفاوضات عودة امام عشور من جديد لنادي الزمالك الاثنين تكلموا مع مسؤولي نادي الزمالك ووعدوا بدراسة الامر بعد انتهاء مباراة السوبر واستشارة المدرب الكولمبي من اكتر العيبة اللي افتقدها نادي الزمالك في فترة اخير امام عشور بصراحة وسط الملعب ضل طريقه بعد رحيل امام عشور تماما يعني تماما كان فيه كلام مصطفى شربي هيسافر مع الزمالك الامارات ولا لأ في مباراة السوبر والزمالك قرر خلاص ان مصطفى شربي هيكون مع الفريق وهيسافر مع الفريق الى الامارات لمواجهة السوبر رغم عدم الجاهزية التامة للعب لكن خوان كارلوس سوريو المدير الفني للفريق مهتم جدا بتواجه للعب بسبب اهميته وبيرغب فيه تجهيزه في الامارات قبل مباراة السوبر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة